لم تكن عباءة الوصنية أو المدنية ستثبت لوقت أطول على أكتاف ساسة العراق الجدد بعد انفراط عقد التحالفات الجديدة وبيان حقيقة ما تسمى بالقوائم العابرة للطائفية فلم يجد شركاء العملية السياسية بداً لاستمالة الجمهور فاختاروا أسهل الطرق للوصول إليها بعد استهلاك شماعة تنظيم الدولة كما يرى كثيرون عاد اسم حزب البعث ليتردد مجدداً في خطب قادة الأحزاب والميليشيات على حد سواء فعلى سبيل المثال هذا القيادي في ميليشيا الحجد أبو مهدي المهندس يتحدث عن محاولات حزب البعث للعودة للسلطة ومواجهة حزب البعث الذي يظن أنه يعمل مرتاحاً في العراق حزب البعث بقيادة عزة الدوري يقوم الآن بتنظيم صفوفة ويتغلغل في دوائر الدولة ويسعى للدخول إلى الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع على قوائم متفرقة وأنا من هذا المنبر أخاطر المسؤولين السياسيين والأمنيين هذا الخطاب وما سبقه من خطب تعتمد بشكل أساس على الحمام الكلامية الجاذبة شعبياً ونبرة الانتقام والتصعيد الطائفي يتوقع مطلقوها أن تحشد الشارع إلى جانبهم قبيل الانتخابات لكن على الأرض كانت الآراء مختلفة أعتقد الآن الخطاب الطائفي أصبح مكشوفاً أمام الناس ولا أعتقد أن النفس الطائفي نعم لربما سيلعب جزء منه في العمل الانتخابي ولكن بشكل عام الناس كشفت الوجوه الطائفية وكشفت السياسات الطائفية توقيت هذا الخطاب فضلاً عن شخصيات مطلقيه تحيل إلى كامل البنية التي أنشئت عليها العملية السياسية وتعزز الصورة الحقيقية عن العقلية الحاكمة في العراق اليوم تجر البلد إلى الأمان لكن للأسف الخطاب الطائفي لا زال إلى اللحظة يحصد أكبر عدد من الأصوات سواء كان في المحافظات الجنوبية أو إذا كان في المحافظات الشمالية أو الغربية أو غيرها من المحافظات العراقية يمكن اليوم نحتاج إلى وعي ونحتاج إلى دراية تامة حتى لا يتم إخداع المواطن العراقي بصبغة طائفية وما بين خطاب تحريضي يسعى لإدخال العراق من جديد في دائرة النار وبين ترويج لا يكاد يقنع صاحبه ترزح البلاد تحت صراعات ونزاعات تبدأ بين أرويقة الساسة وتنتهي في شوارع المدن أو مخيمات النزوح ترجمة نانسي قنقر